له سلطان على الأرواح الشريرة على الشياطين له سلطان على المرضى ليشفي المرضى وله سلطان على الخلق يخلق تعرفوا واحد مات وأنتا أربعة أيام في القبر رب رجعوا إلى الحياة وخلق فيه شيء جديد واحد تاني أحبائي مرة تاني واحد مولود أعمى تفل وصنع من التفل طين وطلع عينيه وفعلا شفاه مين هو هذا الشخص الذي نتكلم عنه هو نفس الشخص الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وكما سمعني أنا الذي أكلمكم من البدء هذا هو يسوع المسيح القادر على كل شيء هو يقدر أن يغفر خطيئك الآن ويكتب اسمك في سفر الحياة سؤالي لألك هل تريد في هذا اللحظة أن تكتب اسمك في سفر الحياة تحب؟ صلي قل له يا رب ارحمني سامحني على كل خطيئة طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم وادعو المسيح رب إلى حياتك قل له تعال يا رب املك على حياتي وعلى قلبي وساعدني من اليوم فصاعد أعيش لك بصلي من كل قلب أنه فعلا صليت هذه الصلاة وعلى فكرة منحب نسمع منك منتشجع من اختباراتك لما منسمع كيف الله اتعامل معك ويمكن أنت عندك تساؤل في هذا الموضوع اقرأ الكتاب المقدس اقرأ إنجيل يوحنى ولابد أن تكتشف هوية المسيح رب يبركك